موسيقى عشية العيد وبداية الهدنى نظام الاسد وروسيا ارتكبان المزيد من المجازر موسيقى وثقة امريكية مسربة تكشف تحويل نظام الاسد ملياري يورو الى روسيا موسيقى حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الاعظم موسيقى السلام عليكم واهلا بكم في استوديو الان الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي وفي استوديو الان ايضا تتابعون موسيقى الامريكيون يحيون الذكرى الخامسة عشر او الذكرى الخامسة عشر لاحداث الحدي عشر من سبتمبر موسيقى اهلا بكم جدد الطيران الروسي قصف مدينة حلب رغم دخوله الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحسب ما نقلته وكالة سمارت نيوز اذ قتل خمسة مدنيين بينهم طفل وامرأة وجرح عدد اخر جراء غارة بالصواريخ الفراغية استهدفت منازل سكنية في حي الصالحين في حلب كذلك استهدفت غارات مماثلة حيي كرم الجبل ولم يسر واقتصرت اضرارها على الماديات ارتفعت الى 63 قتيلا ومئة جريح حصيلة القصف الجوي الذي استهدف سوقا شعبية في مدينة ادلب شمال غربي سوريا وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان نساء واطفال من بين القتلى بالاضافة الى حالات حرجة وافادت مصادر طبية ان فرق دفاع المدني ما تزال تحاول اسعاف المصابين ونقلهم من موقع القصف الذي اودى بحياة العشرات من المدنيين اعلنت فصائل عاملة في ريفي درعا والقنيطر اليوم عن اطلاق معركة ضد قوات الاسد تحت مسمى مجاهدون حتى النصر وفق ما اعلن جيش اليارموك في بيان على حسابه الرسمي في تويتر واشار البيان ان الفصائل المشتركة ترجو ان تكون هذه المعركة هي الفاصلة بين الحق والباطل مشيرا انهم سيردون او يردون عبر هذه المعركة على سياسة النظام في تهجير الاهالي واغتصاب الاراضي وفق تعبيره نذهب مباشرة المشاهدين عبر الاقمار الصناعية الى درعا ومعنا من هناك مراسل اخبار الان محمد الحوراني اهلنا بك محمد محمد هجمات واشتباكات مستمرة خصوصا في الريف الشمالي لدرعا نريد المزيد من التفاصيل لو سمحت نعم محمد مساء الخير في حقيقة امر بات واضحا ان الجنوب السوري عاد الى الواجهة من جديد الاشتباكات والمواجهات المسلحة ما بين طرفين قوات النظام وفصائل الجبهة الجنوبية اعذنت فصائل الجبهة الجنوبية كما ذكرت اليوم بيانا عن معركة في مثلث الموت في ريف الشمالي لمحافظة درعا بالتحديد محيط تل جرين وتل الشعار تهدف هذه المعركة التي اعذنتها فصائل الجبهة الجنوبية للسيطرة على نقاط استراتيجية ونقاط هامة لقوات النظام تهدف من خلالها فتح الطريق الى الغطى الغربية من العاصمة ديمشق تتزامن هذه العملية العسكرية محمد بقصف جو يعنيف من قبل قوات النظام حيث استهدفت تل الحارة وايضا بلدة الحارة باكثر من اربع غارات وايضا استهداف بلدة عقربة باربع غارات متتالية عبر سلاح الجو السوري الميك بالتحديد تتزامن هذه المعركة في الريف الشمالي الاوسط ايضا مع معارك ريف القنيطراب شرقي جباطة الخشب بالتحديد التي اطلقتها فصائل معارضة يومها الامس تحت اسم قادسية الجنوب هذه المعركة ايضا تهدف الى السيطرة على نقاط وكتاب التطوى لقوات النظام شرقي جباطة الخشب كسرية الممدال وسرية ترنجة تمكنت خلالها الفصائل المعارضة من السيطرة على تل الحمرية خلال ساعات الولى من تلك المعركة حيث ان هذه المعركة ايضا ذات اهمية استراتيجية فاذا ما تمكنت الفصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية وايضا الفصائل المعارضة الاخرى من السيطرة على هذه النقاط تعتبر مدينة البعث اخر نقاط تمركز النظام في محافظة القنيطراب هي ساقطة عسكريا بالاضافة الى فصائل الجبهة الجنوبية تتمكنت من السيطرة على تل جرين بالتحديد نستطيع القول ان بدأت معركة بالقرب من العاصمة دمشق محمد انا اشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة الوافية من درعا وكل عام وانت بخير محمد صادر القضاء الفرنسي استبلن ومنزلين فخمين ومكاتب تعود لرفعة الاسد عم بشار الاسد للاشتباه بحصول عليها بعد اختلاس اموال عامة بحسب ما اعلن الجمعة مصدر مطلع في القضية لوكالة الصحافة الفرنسية ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الامر الذي يحول دون مصادرتها في حال الادانة بحسب المصدر ويعيش رفعة الاسد النائب السابق وشقيق حافظ الاسد بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا بعدما ابعده شقيقه عن السلطة ابان الثمانينيات من القرن الماضي اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه من واجب تركيا حيال مواطنيها القضاء على داعش في سوريا ووقف انشطته على الاراضي التركية واضح اردوغان في خطاب متلفز ان عملية درع الفرات العسكرية ليست سوى المرحلة الاولى من هذا المشروع اكد رئيس هيئة الاركان اليمنية لواء الركن محمد المقدشي ان العمليات العسكرية وتحرير العاصمة صنعاء ليست مرتبطة بفترة محددة موضحا ان الحرب لا يمكن تحديدها بزمن معين وان تحرك يتم وفقا لخطة مدروسة واستراتيجية عسكرية تضمنت كل التحديات وطرق التغلب عليها وقال المقدشي ان العمليات في نهم وصرواح مستمرة وقريبا سيتم تحريرهما بالكامل دعا رئيس الامريكي باراك اوباما الامريكيين الاحد في الذكرى الخامسة عشر لاعتداء الحد عشر من سبتمبر الى قبول التنوع في البلاد وعدم السماح للارهابيين بتقسيمها وقال في مراسم الذكرى ان تنوع والارث المشترك ليس ضعفا بل لا يزال وسيظل على دوام احد اكبر مصادر القوة على حد قول اوباما باشر حجاج بيت الله الحرام النفر الى مشعر مزدلفة منذ مغيب شمس اليوم بعد الوقوف على صعيد عرفات حيث ادوا الركن الاعظم من فريضة الحج وبدأ الحجيج نفرتهم الى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات اليوم استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر غدا وهو اول ايام عيد الاضحى ثم الحلق او التقصير ومن ثم يتحللون من احرامهم تحللا اصغر مشاهدين منشق عن مركز البحوث العلمية يكشف لاخبار الان طعم الاسد لا يزال يمتلك الاطنان من المواد الكيموية كل هذه التفاصيل بعد الفاصل اهلا بكم من جديد يقبل عيد الام او العيد عفوا هذا العام على اهل مدينة داريا وهم بعيدون عن ارضهم بعد ان هجرتهم قوات الاسد وارغمتهم على الرحيل الى محافظة ادلب حملين ما تبقى لهم من بقايا الحياة ويأملون بعودة قريبة لا وجود لبشر الاسد ونظامه فيها في هذه الغرفة الصغيرة تعيش ام ديب واولادها بعد ان خرجت من مدينتها مرغمة مع اهالي داريا متوجهين الى الحدود السورية التركية بعد اربع سنوات مريدة عاشتها من الحصار والجوع تحت رحمة البرامير والصواريخ التي دمرت معظم ممتلكات عائلتها وقتلت اربعة من افرادها كان النظام حاطط المرسي وعم يشد على خوانيقنا لا خبزة لا اكل لا مي حرمنا من كل حقوقنا واذا طلعنا لبرة البرامير بظهرنا الصواريخ بظهرنا البرامير الحارقة بظهرنا فجأة ملاقينا الا قالوا اننا بتكون تطلعوا من البلد وهي اول مرة نحن منطلع من بلدنا هجرونا غصبا عننا غرض ما خلونا نطالع هلا عم نتحصر على غراضنا اللي تركناها هناك عم نتحصر على اولادنا اللي فأدناها بعيون يملأها الحزن واهلام الفراق تستقبل ام ديب اول عيد لها اليوم خارج دارية بعد اكثر من خمسين عاما قضتهم فيها بحلوهم ومرهم هذا العيد ان شاء الله ما بيجي عيد على ولاده يا رب مثل ما انه حرمنا ولادنا يحترم ولاده مثل ما حرمنا بلدنا ان شاء الله ما بيتهنى ببلدنا نحن ما نمتعودين لا نتهجر ولا ننزح ولا نطلع لانه اننا خمسة وخمسين سنة نحن ببلدنا دارية حال ام ديب كحال عشرات الاسر التي خرجت من دارية حاملة ما تبقى لها من بقايا الحياة يعيشون في هذه القرية على الحدود السورية التركية ويأملون بعودة قريبة الى ارض العنب يفضلون الحياة تحت وطأة البراميل المميتة والحصار الجائر على الخروج من المدينة والتشرد خارجها نتمنى نموت بالبلد وما نطلع من بلدنا قاعدين هنا حدود تركية بس ما نمبسطين مثل قاعد ببلده الواحد كل القصف والدمار احلى من كل العالم الواحد بس يقاعد ببلده يكون مبسوط ومرتاح ان شاء الله بإذن الله بنرجع يعني بنكون هالعيد هذا فرج علينا وعن أمي جميع يا ربو بيرجع كل واحد على دياره الأطفال هنا يبدون في عالم آخر يختلف عن عالمهم القديم يملؤون أوقاتهم بألعاب حرموا منها في مدينتهم وكأنهم في نزهة مؤقتة في أيام العيد في بلد يحكمه نظام لا يعرف معنا للطفولة وبراءتها لأخبار الآن معاذ الشامي ريف ادلب في ريف ادلب لا يختلف العيد كثيرا عن بقية المناطق المحررة فأسواق المدينة تحت مرمى الطائرات الروسية والسورية ليلة نهار نهك عن دائقة مالية يعاني منها معظم الأهالي هناك وهو ما خفف من عمليات البيع والشراء في الأسواق مراسلنا يرصد لنا الأجواء عشية عيد الأطحاف في سياق التقرير التالي على الرغم من كل الدمار والألم الذي ألحقته طائرات النظام بكفرنبل في ريف ادلب وما نتج عنه من موت ونزوح وتشريد للسكان يصر أهالي المدينة على استقبال العيد متى حل ضيفا عليهم غير أن إقبال الناس على الأسواق لم يعد كما كان فطائرات الموت الروسية والسورية تحوم في أجواء المناطق المحررة مترصدة أسواقها ذلك فضلا عن غلاء الأسعار التي أصبحت لا تتناسب مع الضائقة المالية التي يعانيها السوريون فشراء الألبسة الجديدة ليس بمقدور الجميع هنا متى ما هلق شايفيننا هطالعين على السوق بمشتري الأغراض بس في شوية تغلف الأسعار وحركة خفيفة على السوق نظروا لغل الأسعار الموجودة في السوق ونظروا لقصف الطيران اللعب يصير في أماكن فالحة أماكن مسكرة بس رغم هالشيء في ناس عم تجيب تتقبل بس بحركة خفيفة والأسعار غالية كثير على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمية والفراح وكما اعتاد السوريون دائما في إيجاد طريقهم إلى الحياة في ظل أقصى الظروف ما زال العيد يضيف إليهم قليلا من الأمل بالنصر وعودة الحياة إلى طبيعتها متمنى أن أمنيتنا به العيد هذا أنه ربنا يحقن دماء المسلمين أنه ينتصر الشعب أنه يظهر الحق أنه تنتصر السورة إسقاط النظام أن نخلص من الظلم من الطيران من كله يعني هذا كله بشكل عام أما باقي مدن الشمال السوري حالها كحال هذه المدينة فطائرات النظام وروسيا ما تزال تستهدف المدنيين في الأسواق العامة بلا رحمة قالت مصادر في المعارضة السورية أن الفصائل المسلحة قبلت باتفاق الهدنة الأمريكي الروسي وسترسل ملاحظاتها عليه وقالت المعارضة أنها سترسل إلى جانب الأمريكي ملاحظاتها على بعض بنود الاتفاق ومن أبرزها ما يتعلق بألية ضمان التزام نظام بوقف إطلاق النار وألية محاسبته في حال حصول اختراقات للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة النائب السابق ورئيس الإتلاف السورية دكتور هشام مروى أهلا ومرحبا بك دكتور هشام دكتور كيف ستستفيد المعارضة من هذا الاتفاق خصوصا للتخفيف على المدنيين بذلك السلام عليكم وعلى الأخوة الجرام وإن شاء الله العيد القادم يكون سوريا تحررت وتقرت وعاد إن شاء الله الأمن والاستقرار إلى ربوعها بخصوص هذا الاتفاق الذي جرى الواقع هذا الاتفاق كما تعلم يعني هو فعلا كما جاء في تعيقات بوتين نفسه بقول هذا إحياء للهدنة اللي هي في رقم اللي تم يقراره بموجب القرار 2068 نتمنى أنه فعلا هذا القرار يتم تطبيقه المعارضة حريصة كل الحرص على حماية المدنيين على تحقيق مبدأ حماية المدنيين وكل آثاره القانونية المترتبة عليه على حق نتماء السوريين كل السوريين الانتهاء من هذه الأزمة ولكن من خلال التجربة للأسف ذاكرتنا سيئة فيما يتعلق بالتزام النظام وحلفاء النظام بهذه الاتفاقات كما تعلم قرأ الهدنة وقت الأعمال العدائية المقربة قرار مجلس الأمن كان يخرقها النظام بمعدل خرقين كل ساعة على مدى ستة أشهر نتحدث عن الهدنة التي تم توقيعها بإشطاط على حين المعارضة اتزمت الاتفاقات جيد وكبير بهذه الاتفاقية وبهذه الهدنة نعم إذا لم يكن من المجتمع الدولي ضمانات لإلزام النظام وحولها فاء النظام وليس فقط نظام ما جرى اليوم في إذلب وما جرى في حلب أيضا أمر لحقيقة لا يمكن أن يقبل حوالي 100 ضحية جراء قصف روسي لمناطق مدنية سوق شعبي أو أحياء مدنية سكنية طيب دكتور مروه هل تطبيق هذا الاتفاق ممكن في ظل المجازر اليومية التي يرتكبها نظام الأسد وحليفه الروسي هذا تماما الحقيقة عنصر القلق عند السوريين وعند كل المراقبين هذا النظام وحلفاء لا يلتزمون بأي هدنة بأي وقت اطلاق النار وعندهم دائما من الزرائع التي تختلق أو التي تترك أحيانا كثغرات بأي قرار بحيث يسم من خلاله نقض هذه الهدنة يعني حكاية مكافحة الإرهاب الحقيقة تم من خلالها استهداف المدنيين قصف المشافي قصف المدارس قصف الأسواق الشعبية حتى قصف المشافي والمدارس كل هذه المسائل تكشف أنه لا يمكن ولا بشكل الأشياء للأسف الزام النظام بهذه الاتفاقية ما لم تكن هناك إجراءات رادعة إجراءات رادعة متخذة بناء على إجراءات فورية بحق المخالفين وعلى الأقص بالتأكيد هنا النظام وحلفان هل هذا من ضمن الشروط التي طالبت بها المعارضة بعد أن وافقت على هذا الاتفاق وهذه الهدنة هل طالبت فعلا أن تكون هناك إجراءات رادعة في حال الإخلال بهذا الاتفاق يعني أولا هل أعلنت المعارضة للفصائل العسكرية والفصائل السياسية على الموافقة بشكل مهائي حقيقة هي كما جاء في تقليل هناك ترحيب ولكن ترحيب حذر هناك ضرورة هناك وجود ملاحظات وهناك ضرورة تحقق ضمنات ضمنات الحقيقة التي تضمن عدم خرق النظام لهذه الاتفاقيات وعدم استغلال التغارات بحيث يتم في استهداف مدنيين كما قلنا بسريعة وجود إرهابيين أو تسلل إرهابيين طيب متى تستطيع المعارضة السورية الوثوق بصدقية النواية لنظام الأسد وحلفاؤه حقيقة المثال جدا معقدة إذا ما كان هناك إجراءات ثورية يعني أن يعطى للمعارضة السورية على سبيل المثال مضادات جوية لكي تمنع خرق النظام لهذه على سبيل المثال لهذه الاتفاقية أن يكون يعني بحيث أنه فعلا يكون المؤيد الجزائي هو دعم مباشر وحقيقي لقوة الثورة والمعارضة ما يمكن من تسليح لوقف النظام وردعه هذه بعض الضمانات التي يمكن أن تطلب هذه الأحوال الدكتور هشام مروى النائب السابق لرئيس الاتلاف السوري الدكتور هشام مروى شكرا جزيلا لك رأى السوريون مختربون في فرنسا أن التنظيمات الإرهابية في بلادهم تعيش على المشاكل والفوضى وتفريق المجتمع الواحد وأنها ليست إلا وليدة تشابكات ومصالح دولية وتحمل أجندات بعيدة عن تطلعات وطموحات الشعب السوري مؤكدين لأخبار لأنها ستزول تلقائيا بمجرد إيجاد حل سياسي في المنطقة حيث ستتعافى سوريا وتخرجهم لتعود وتعيش بحال أفضل أنا أعتقد أنه لا مستقبل لهالتنظيمات هذه الإرهابية بسوريا لأنها عبارة عن وليدة لتشابكات مصالح المجتمع الدولي بسوريا اللي المجتمع السوري بيرفضها واللي بيرفضها بمستقبل سوريا لأنها إجي تحمل أجندات خاصة فيها أو خاصة بالدول اللي بتدعمها البعيدة تماماً عن طموحات وتطلعات الشعب السوري اللي ما بتمثل أبداً اللي بيربو إله المجتمع السوري واللي بيبرأ منها وستزول بمجرد إيجاد حل سياسي في المنطقة ستزول تلقائياً من مستقبل سوريا أنا أعتقد لا مستقبل لكل التيارات سواء كانت الجهادية في صف النظام أو صف المعارضة في سوريا القادمة هذول أبداً ما ألون دور هذول يعتمدون على جسد مريض اليوم وغير معافى اليوم اللي سوريا بتتعافى سيلفظ السوريون ستلفظ سوريا الأم الكبرى سوريا ستلفظ هذه الجراسيم خارج الجسد لحتى ترجع توقف وتعيش بصحة أكبر هذول يعتمدون دائماً على الظلام يعتمدون دائماً على التعب يعتمدون دائماً أنه يكون في مشاكل ضمن المجتمع وفي فوضى بالمجتمع بعدما عرضنا في الجزئين السابقين كيف يصنع النظام في سوريا المواد السامة وكيف يحصل على المواد الأولية نستعرض في هذا الجزء ما قاله الضباط أو الضابط المنشق عن مركز البحوث لأخبار الآن حول المواد التي لا يزال النظام يمتلكها رغم إعلانه تسليم أسلحته المحرمة في هذا الجزء من المقابلة مع أبو أغياد الضابط المنشق عن البحوث العلمية يكشف لنا أبو أغياد تفاصيل عن بعض الأسلحة الكيموية والمحرمة التي أنتجها نظام الأسد والأسلحة التي لا يزال يمتلكها وكان نظام الأسد سلم مخزونه من الزارين أو السارين والأسلحة المحرمة دوليا فهل لا يزال نظام الأسد يخفي بعض الأسلحة وهل حقا يملك سلاح كيموية أو أسلحة محرمة دوليا نظام لا زال يمتلك أسلحة حتى الآن بدون شك وعمل استعملها أسلحة من النظام أعلن هو سلم مخزونه من الأسلحة الكيموية والمحرمة الدولية باعتقادي شخصي ما سلم غازات VX ولا سلم الجمراء الخبيثة وهو يمتلك مخزون هائل من كل الأنواع هذه أما أهم المراكز والمعامل والمعاهد والمشاريع التابعة للبحوث العلمية يكشف أبو أغياد أن بعض المشاريع تم إيقافها وأخرى تم نقلها وأنشئت مواقعه جديدة لكن مراكز الإنتاج إلى الأسلحة الكيميائية والصواريخ والحشوات الدافعة والوقود الصواريخ السائل والجاف والطائرات البدن كلها مشاريع خارج المدن المشاريع الكيميائية واحدة في السفيرة صدع عز البناء وتوقف عن العمل من زمان كان مشروع اسمه مشروع 500 المشروع الأساسي رقم 3602 وهو مقابل تماما مطار وقد دمروا النظام على أسر تسليمه الكيميائي بأنني مكشوف عملية أنني مكشوفين من قبل طائران الاستطلاع للدول يعني مكشوفة ثمت مواقع أخرى كما يقول أبو أغياد منها مستودعات تخزين مواد كيميائية أو كيموية ومنها مراكز اختبار لهذه المواد يعتقد أبو أغياد أن النظام الأسد لا يزال يمتلك الكثير من مخزون الأسلحة الكيموية ويخشى من استمرار استخدام هذا السلاح خصوصا أن النظام لم يستخدم سوى غاز الزارين أو السارين بينما لم يستخدم بعد الـ VX ولا الأسلحة البيولوجية كالجمرة الخبيثة وهما كما يقول سلاحان أشد فتكا من غاز الزارين أو السارين أشار موقع ديلي دوت في تقرير نشره إلى استبعاد وثائق ويكليكس المنشورة عام 2012 لسجلات حول تحويل ملياري يورو من النظام في سوريا إلى بنك روسي حكومي طبقا لوثيقة مسربة من محكمة أمريكية استطاع الموقع الحصول عليها ويؤكد التقرير أن السجلات تكشف عن رسائل بريدية عن تحويلات بنكية ضخمة كان النظام يجريها على عجل أثناء تطبيق حزمة العقوبات الاقتصادية ويشير تقرير الصحيفة إلى رسالة موقعة من قبل رئيس الخزانة في البنك المركزي السوري وتؤرخ الرسالة بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول لعام 2011 لإختار البنك الروسي في تي بي بارتفاع مبلغ الإذاع إلى أكثر من ملياري يورو كما تضمنت الرسالة الإلكترونية طلبا من جانب طوباجي لمدير بنك في تي بي المالي بفتح حساب بالروبل الروسي ووجدت غالبية الرسائل وجدت طريقها إلى قاعدة بيانات ويكيليكس بحلول ربيع عام 2012 ويؤكد التقرير أن مجموعة بعينها من الرسائل الإلكترونية لم تدخل ضمن الذاكرة المؤقتة للوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس في يوليو تموز لعام 2012 تحتسم الملفات السورية بينما ينكر موقع ويكيليكس حجب الوثائق ويقدر مراسل ديلي دوت أنه تم نقل أكثر من ملياري يورو من البنك المركزي السوري إلى بنك VTV الروسي مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة معنا بداية كل عام ونت بألف خير دكتور يعني عزائنا لكل شهداء أدلب اليوم في يوم عرفة ونرجو أنه إن شاء الله هذا يكون العام الأخير حتى يعني ينقشع هذا الكابوس عن سوريا إن شاء الله نتمنى دائما السلامة للجميع لندخل في الموضوع مباشرة يعني بعد أن استمعنا لهذا التقرير ولهذه الأرقام ما معنى مثل هذه الأخبار عن تحويل مليارات الدولارات من سوريا إلى خارج سوريا يعني هذا هو جزء من آلية طبيعية صار للنظام يعمل بها منذ أكثر من أربعين عاما لا يوجد هناك مسائلة لا يوجد محاسبة مستوى الفساد مستشري نحن حتى قبل الثورة كنا تقريبا أفسد خمسين دولة في العالم ومن الدول الفاشلة أفسد خمسين دولة في العالم والأنصر السادس أفشل دولي في الكون لا يوجد هناك أي وسيلة للمسائلة ولا المقضاء حتى أن الرئيس نفسه ضمن الدستور الذي وضعه هو رئيس مجلس قضاء الأعلى فهو القضاء وهو المنفذ وهو المشرع فإذا لا يوجد هناك مسائلة ومحاسبة بالنسبة للأموال التي تخرج قيل سابقا حتى عندما توفى باسل قيل في ذلك العام أنه خرج من بنوك سويسرا أيضا استطاعوا تحصيل بعد وضع عشرات المحامين البريطانيين حوالي خمسة في أدنى تقديرات إلى 13 مليار دولار في حساب باسل الأسد استطاعوا استرجاعها يعني هذه ألية أنا أراها أنها طبيعية بالنسبة له هو النظام يتعامل مع سوريا هي شركة خاصة هو رجل أعمال هذه الدولة هي دولته هذه أموال بطبيعة الحال هو يفكر بطبيقة رجل أعمال كما يعمل رامي مخلوف بأنه هناك أموال لديه يبدو لا يوجد أمان كثير في هذا البلد يخرج استثماراته وأمواله إلى دولة أخرى هنا سؤال دكتور يعني تحدثت أن هذه العملية من 40 سنة وهذه العملية مستمرة لكن الآن سوريا منهارة اقتصاديا ما هي دلالات أن يقوم النظام بإخراج الأموال الآن لرى السورية منهارة الاقتصاد في سوريا شبه معدوم يعني الوثائق اللي سربيت هي عام 2011 ببداية الأزمة يعني كان باقي لسه الاحتياطي 17 مليار دولار فالآن هذا المسألة الآن طبعا التقديرات البنك الدولي 750 مليون دولار يعني باقي هناك أقل من مليار دولار من أصل 17 التقديرات الآن أنه لم يبقى شيء يعني إلا نظر اليسير هو على معونات بين روسيا تسهيلات اعتمانية روسية وإيرانية وبعض الكاش المال الفاسد هدايا كان نظام يتوقع أن يحدث ذلك فورا بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو أحس بخطر وهو رئيس هذه الشركة التي اسمها سوريا هو يخرج الأموال في حال استقرت وممكن يعيدها الآن هناك طريقة يعني أخرى أو منفذ آخر لإخراج هذه الأموال ولأخذ يعني مص الأموال من الشعب ضرع الشعب السوري وهو عن طريق مثلا الهواتف سيريا تيل وسواها يأخذ الأموال بالليرة السورية يخفت سعر العملة يستبدلها بدولار يعيد رفع العملة كما كانت عليه يستفيد من هذا الفارق ويهرب ما تبقى من أموال ما هو لما كان فيه ما يسمى مجرس شعب وما يسمى حكومة وما يسمى كذا كان يهرب مليارات المليارات ما حتى اللجنة التي كانت تجبي أموال النفط هي لجنة خاصة يرأسها الرئيس نفسه يعني لا يوجد مو بس ما فيه شفافية هو مش معروف الأموال أين تذهب حقيقة يعني بمؤخرا كتير كتير يعني آخر كم سنة قبل الثورة بدأت تدخل الموازنة بشكل حقيقي لا يوجد عزيزي يعني فقط المشاهد الكريم لا يوجد في سوريا ميزانية هناك موازنة يعني أنت الآن أنت أفردت لهذه الوزارة ملياري دولار آخر العام أنت لما تعرف لاشو صرفت ولاشو عليها لم تغلق هي موازنة مش ميزانية فلا يوجد هناك أي مسائل محاسبة وهو بالنسبة له يعني طالما يستبيح دماء كل هذا الشعب شو المشكلة إذا أخرج أموالها على ماذا يدل ذلك من الناحية الاقتصادية طبعا هبوط كامل في العملة اختلال موازين المدفوعات ضعف الدخل القومي ضعف معدلات النمو الاقتصادي الهوة بين الفقر والغنى انهيار كامل في الاقتصاد السوري لأنه أصلا ميزان المدفوعات لا يوجد لديه أموال من أجل تغطية يعني المواد التي يريد أن يستوردها سواء مواد أولية لكن الحقيقة أريد أن أنبه هنا لمسألة هو أنه هناك آليات لاسترجاع هذه الأموال لكن هذه الآليات إلى الآن ليست بذلك الفاعلية يعني هناك ترقيبا مبادرتين من البنك الدولي والأمم المتحدة الآن مؤخرا 2013 من أجل الأموال المسروقة هذه العملية اللي Asset Recovery بسموها هذه تأخذ وقت الخبرة للأسف سيئة مع هذه الآليات بالدراسات أنه إلى الآن أجر الدراسي على 50 دولة استطاعت أن تستعيد 3.3% فقط مما هرب وإلى الآن لا أموال حسن مبارك ولا القذافي ولا أي رئيس سابق سواء عربي أو غير عربي استطاع أن يعيد رؤوس أمواله إلى الشعب اليوم كان هناك خبر عن قيام المحكمة في فرنسا بمصادرة أموال عن بشار الأسد الحجز شيء والمصادرة شيء واسترجاع الأموال شيء يعني أن هي تحجز ولكن لا تحوله صحيح الآن في دول عربية إلى الآن في عند أموال محجزة لنظام السوري إلى الآن ولم تستطع الثورة السورية أن تلمسها ولا بفلس واحد يعني مسألة حجز الأموال ورهن الأموال بخلاف على أنه أعيد هذه الأموال للشعب المصري أو الليبي أو التونسي أو السوري هذه تحتاج إلى حكومة وطنية وأنا أنا يعني أقترح أن تكون هناك وزارة خاصة على أقل منذ خمس سنوات إلى أن يتم استعادة ما أمكن حقيقة من هذه الأموال لأنه إلى الآن شركات المحيطة ببشار الأسد من رامي مخلوف والحلقة الأولى الآن موجودة في كل الدول وبأسماء مختلفة ويعني استعادتها صعب جدا حتى منها في دول عربية لازالت استثمارات موجودة الآن فاستعادة ليست بالأمر السهل حقيقة تحتاج إلى جهود قانونية وديبلوماسية وسياسية أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا كنت ضيفنا في الأستوديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا أهلا بكم من جديد مشاهدين ننتقل معكم الآن في هذه الصور المباشرة من المشاعر المقدسة حيث بدأ خجاج بيت الله الحرام بالنفيرة من صعيد جبل عرفات الطاهر بعد أن أدوا ركن الحج الأكبر باتجاه مزدلفة ويبيتون فيها هذه الليلة طبعا لجمع الحصى لرجم العقبة في اليوم الثاني طبعا اليوم التالي هو يوم العيد والنحر وطبعا اكتظت شوارع عرفة بالحجاج واكتست اللون الأبيض فيما صعد الآلاف إلى جبل عرفات وهم يرددون أدعية ويقرؤون القرآن وسط وجود أمني كثيف لتسهيل عملية التدفق إلى المكان نذكر أن القوات الأمنية قامت من مختلف القطاعات بمرافقة الحجاج إلى مشعر عرفات لأجل التنظيم حسب خط التصعيد وتفويج الحجيج فضلا عن الإرشاد والتأمين لسلامة الحجيج هذه الصور المباشرة تردنا من مكة المكرمة وتحديدا لمزدلفة كما نرى هناك المئات من الحجاج الآن يقومون بأذهاب إلى مزدلفة طبعا يكبرون في هذه اللحظات ودائما الدعاء وقراءة القرآن وأداء الصلوات في هذه الأوقات هذا وجرت بعد صلاة فجر اليوم مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة كما هي العادة في التاسع من ذي الحجة من كل عام ويستغرق تجهيز ثوب الكعبة المشرفة شهورا عديدة في مصنع كسوة الكعبة ويحتاج إلى كميات كبيرة من المعادن الثمينة والحرير الخالص فيما يتولى نحو 170 حرافيا العملية التي تمر بمراحل مختلفة إلى أن تصبح الكسوة جاهزة لتغطى بها الكعبة المشرفة في يوم عرفات تبلغ تكلفة ثوب الكعبة قرابة 20 مليون ريال سعودي وفق ما صرح به مسؤول الإعلام في المصنع أحمد باعتر لوسائل إعلامية قال رئيس أحد الدواوين داعش لأخبار الآن إن زعيم تنظيم أبو بكر البغداد تعرض لمحاولات اغتيال كان يخطط لتنفيذها عدد من الأمراء المهاجرين في داعش وأضف المسؤول السابق أن التنظيم والذي طلب إخفاء هوية حاقبا شقاقه أن 120 من أمراء ومقاتلي التنظيم حاولوا الإنقلاب والسيطرة على التنظيم وقتل البغداد الذي أمر بتصفيتهم جميعا بتهم الغلو والردان تابع جرت قبل سنة تقريبا محاولة لقتل البغداد والسيطرة على مقاليد التنظيم من عدد من الشخصيات المهاجرة هؤلاء نسقوا فيما بينهم للتخلص من البغداد باعتباره طاغوت وهم كانوا متشددين أكثر تشددا من البغداد نفسه كان عددهم المشاركين في هذه المحاولة لقتل البغداد تقريبا 120 إلى 130 شخص وشابهم أحد الأشخاص للبغداد فقام باعتقالهم كلهم وتم تصفيتهم ولكن لم يعلن التنظيم أنه كانت هناك محاولة لقتل البغداد أو اغتياله واستلام السلطة مكانه إنما قالوا عنهم هؤلاء غلات وخوارج وأنكر التنظيم ذلك طبعا المعلومات وصلتنا عن طريق بعض أعضاء مستشورى الذين سربوا بعض هذه المعلومات حول محاولة اغتيال البغدادي طبعا كان البغدادي كان الوضع عاديا قبل هذه المحاولة لكن بعد محاولة الاغتيال زادت أمنيات البغدادي أكثر تنقلاته خفت بدأ بمحاسبة بعض العناصر الذين يشك في ولائهم كولات كبعض رؤساء دواوين تصفيت بعض الناس الذين شعر بخطرهم خصوصا من المهاجرين كأبو هاجر الجزراوي الوحيشي وأبو صهيب التونسي طبعا هم كانوا مشاركين في هذه المحاولة الانقلابية ولكن هم شرعيين ولكن لم يذكر أنهم شاركوا في المحاولة تم قتلهم لاحقا كأبو عمر أيضا أبو عمر الكويتي تم قتله أبو محمد الفرنسي أبو دجان التونسي أبو جاسم النبكي هؤلاء كلهم تم تصفيتهم داخل السجون بتهم ردة وبتهم أنهم غلات لم يتم قتلهم مع المئة وعشرين شخص الذين اعتقلهم النظام التنظيم في بداية المحاولة محاولة الاغتيال إنما قتلهم بعد فترة قصيرة خمسة عشر عاما على ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر والعالم كله يخوض حربا ضد الإرهاب والهجمات التي لا تستهدف إلى الأمينين والمدنيين في مختلف بقاع الأرض يوم الحادي عشر من سبتمبر كان يوما تاريخيا إذ بدأت بعده دول العالم تتحالف فيما بينها للقضاء على آفة الإرهاب الدولي وكانت البداية من الحرب على الإرهاب العابر للقارات تنظيم القاعدة أول تنظيم عالمي يحمل الفكرة الإرهابية عبر ضرب المصالح الغربية في جميع البلدان فقام التنظيم المتطرف وكان مقره أفغانستان بعد ضرب برجي التجارة العالميين في منهات في نيويورك باستهداف محطات قطارات ومراكز تسوق وغيرها من المناطق الحيوية داخل أوروبا وبعد حرب العراق سنة 2003 بدأ التنظيم المتطرف بتكثيف العمليات الإرهابية داخل العراق ونقل كل إمكاناته وأفراده من أفغانستان إلى هذا البلد مستغلا الفوضى التي يعيشها آنذاك القاعدة في جزيرة العرب ومقرها اليمن الذي كان يعاني من ويلات الاقتتال الداخلي بين المتمردين الخوثيين والحكومة آنذاك القاعدة في بلاد المغرب وهو تنظيم نشأ عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في 2006 أعلنت الجماعة انضمامها للقاعدة والذي كان يقوده أسامة بن لادن كما صعد إلى الواجهة بعد ذلك جماعة الشباب الصومالية التي تأسست في أوائل عام 2004 وهي جماعة أصولية تتبع فكرا أو تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وفي غرب إفريقيا ظهرت أيضا جماعة بوكو حرام وبدأت العمل المسلح في نيجيريا والتي تأسست في يناير لعام 2002 على يد محمد يوسف ومع انطلاق الربيع العربي استغلت الجماعات المتطرفة الفوضى في تلك البلدان ووجدت لها موطئ قدم هناك إذ ظهرت جماعة أنصار الشريعة في ليبيا والتي تتبع لتنظيم القاعدة بعد الإطاحة بنظام معمر الجذافي وأسست القاعدة لها سنة 2012 تنظيما يتبع لها في سوريا أطلق على نفسه اسم جبهة النصرى لأهل الشام حتى نشوب الخلافة الذي وقع بين أبو محمد الجلاني وأبو بكر البغدادي والذي أعلن عن فك التحالف القديم الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي مع القاعدة وأسس ما يعرف باسم دولة العراق والشام ثم أخذ داعش بالانتشار وتمكن خلال سنتين فقط من استقطاب العديد من الجماعات المتطرفة التي كانت تبايع القاعدة وتمكن من الوصول إلى عدة بلدان في شمال إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط أيضا وقام بتنفيذ مئات العمليات الإرهابية داخل أوروبا عبر من جندهم ودربهم لتنفيذ مثل هذه الاعتداءات مشاهدين أما الآن اسمحوا لنا بأن نرحب ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من باريس الباحث الجامعي الجيوسيا سيئة دكتور لاغا شاكروش أهلا ومرحبا بك دكتور معنا دكتور لندخل في الموضوع بشكل مباشر يعني منذ 11 سبتمبر اختلفت الأسماء والوجوه لكن الإرهاب واحد كيف ترى الجماعات الإرهابية بعد 11 عشر من سبتمبر وبعد كل هذه السنوات هو في الحقيقة أن 11 عشر من سبتمبر كان نوع من الحافز الذي أدى بتحالفات بين كل الجماعات الإرهابية أما إذا ننظر في الحقيقة قبل 11 عشر من سبتمبر كان هناك الإرهاب وقد ضرب أفغنستان وضرب الجزائر بقوة شديدة وضرب الغرب وضرب الشرق لكن 11 عشر من سبتمبر كان هناك نوع من ظاهرة جديدة عالمية أو ما يسمى بالإرهاب عبر القرات والدول وكل الدول تفطنت لهذا الجانب الدولي وتمكنت وتفطنت لأن الصراح مع الإرهاب هو دولي ولا بد أن يجند وسائل دولية من إعلام من عسكر من نشاطات استخبارية من تفاهم لهذه القضايا هذا هو المغزى ممكن الذي نستخلصه من ضرب أمريكا في هذه العشر من سبتمبر طيب الآن وبعد أن أصبح الإرهاب حاضرا على ضرب المدن في كل مكان يعني في كل القرات المدن تهاجم بهجمات إرهابية سواء عن طريق الذئاب المنفردة أو عن طريق هجمات منظمة الآن ما مدى الحاجة إلى التأهب الدائم لدى الدول لمحاربة مثل هذه الآفة هناك نقطة مهمة أساسية أدخلها الفكر الداعشي لا الفكر القاعدي هو أن الإرهاب الآن وخاصة بعد الربيع ما يسمى بالربيع العربي الإرهاب أصبح في وضعية جديدة يريد السيطرة عن أراضي مثل سوريا مثل العراق مثل ليبيا مثل إفريقيا الغربية الإرهاب يريد له ممارسة جيوسياسية أي السعي على السيطرة على أرض مثل سينة مثل أي مكان آخر هذا الجديد ممكن هذا هو الجديد هذا هو المختر وتلاحظون معي بأن الإرهاب في صيغة الجديدة هو يسعى لبناء ما يسمى في الفكر الداعشي أو الفكر الإرهابي بصفة عامة بناء ما يسمى بإمارات أي السيطرة عن دولة والسعي إلى تثبيت التمدد الجغرافي رموز الدولة رموز الدولة أي علم عسكر عناصر أو ما يسمى بوزارة تستكتف بالمال بالدعاية بالإعلام بتنظيم الضربات في أوروبا في غير أوروبا إلى آخر هذا الظاهرة الجديدة التي تؤدت بنوع من الارتباك لدى الدول التقليدية انظر ما يجرل في سوريا والعراق ما يجرل في ليبيا حتى في أوروبا في نفس أوروبا الإرهاب يرتكز عن معطيات محلية تسعى إلى تكوين شبكات غير متنقلة شبكات ثابتة إلى أي درجة نستطيع القول شبكات ثابتة نعم إلى أي درجة دكتور نستطيع القول أن سوء التنسيق ما بين الدول هو ما أدى لانتشار الهجمات الإرهابية في كل الدول هذه نقطة مهمة ممكن نحصرها في عدم فهم انتهاء الحرب الباردة كانوا من يصورون من يفكرون من ينظرون بأن الحرب الباردة ما زالت مستمرة لذلك كان من يريد أن يستعمل بطريقة غير مباشرة أو مدام الإرهاب يضرب الجار فأنا محمي لكن الإرهاب استغل هذه الخلافات بين الشرق بين روسيا وأمريكا بين في الشرق الأوسط بين مثلا إيران والسعودية في الغرب في شمال إفريقيا بين بعض الدول في شمال إفريقيا لذلك الإرهاب استعمل هذه الخلافات الحقيقة الخلافات الثانوية بين الدول وتمكن من السيطرة على بعض الأراضي في الشام في العراق في ليبيا في غير ليبيا وتمكن من تضخيم العمل أو النشاط الإرهابي بصفة عامة أنظر مثلا حول ليبيا كان من يريد أن لا يرى ما يجري في ليبيا وبعض الدول الأخرى تندد بالإرهاب وحتى بعض القضايا قضايا ما تتعلق بالحريات وقضايا التحرر وقضايا الديمقراثية مدام أي بلد يسيو في فترة أعتذر لمقاطعتك وأنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس الباحث الجامعي الجيوسيا سيئة دكتور لاغا شاقروش مستمرون معكم في ستوديو الآن وبعض دراسة أمريكية تحذر من استخدام الصابون المضاضي للبكتيريا أهلا بكم من جديد قامت الحكومة الأمريكية مؤخرا بحظر استخدام الصابون المضاضي للبكتيريا والجرائم نتيجة لإضراره على الإنسان مما أثار الجدل حول مدار أو منافع استخدام هذا النوع من الصابون المزيد عن هذا الموضوع نستعرضه لكم في التقرير التالي أصبح من الشائع مؤخرا استخدام أنواع الصابون المضادة للجراثيم بين المستهلكين وتفضيلها على أنواع الصابون التقليدية وخاصة بين العائلات ذوات الأطفال ولكن ربما سيتغير هذا المفهوم قريبا وخاصة بعد ظهور الدراسات الحديثة والتي تفضل استخدام الصابون العادي ذو التركيبة التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية قررت إدارة الغذاء والدواء منع استخدام الصابون المضاد للبكتيريا وطلبت المستهلكين باستخدام أنواع الصابون العادية حيث قامت السلطات الفيدرالية بحضر 19 مادة كيميائية تدخل غالبا في تركيب منتجات الصابون وغسول الأيدي المضاد للبكتيريا بسبب عدم ثبات أنها آمنة صحيا للاستخدام البشري على المدى الطويل وبسبب عدم إثبات حقيقة أن الصابون المضاد للجراثيم أفضل من الصابون العادي ويستهدف القرار في الدرجة الأولى عنصري الترايكلوزان والترايكلوكاربان وهما عنصرين معروفين بقدرتهما على مقاومة البكتيريا وقد اقتصر الحضر مبدئيا على الصابون وبعض مواد الاستحمام وبقيت المواد اللازمة للتعقيم والمناديل المضادة للجراثيم خارج قائمة الحضر حتى الآن مع أنه لم يتم تلقي أي أدلة علمية حتى الآن حول موضوع مضار استخدام هذا النوع من الصابون إلى أن هناك بعض المخاطر الناتجة عن استخدامه بالإضافة إلى مزاياه المعلنة مثل جفاف الجلد وعدم التوازن الهرموني والطراب الغدد الصماء والمضادات الحيوية المقاومة بمعنى أن البكتيريا تصبح أقوى بحيث لم يعد من الممكن علاجها بنجاح بواسطة المضادات الحيوية ومع التضارب نتائج الأبحاث السلبية والإيجابية يبقى سؤال ما إذا كان استخدام الصابون المضاد للبكتيريا مضرا أكثر بصحتنا أم لا نحن في أخبار لأن استطلعنا أراء الشارع المصري فبعض المواطنين أكدوا استخدامهم لهذا المنتج منذ مدة طويلة وآخرون فضلوا استخدام الصابون العادي عن ذلك الذي يقضي على البكتيريا لكن الجميع أبدأ استعداده لترك أي سلعة يدخل فيها مواد ضارة بصحة الإنسان إذا ما تم منعه من قبل الهيئات المعنية نتابع طبعا عشان منع الأمراض وقسم العيال وفي حاجات بتبقى كتير يعني جرسين مثلا اللي هي بتبقى بتعمل حبوب لما أخذ الأطفال دي على جسمها كده فبتعمل مشاكل كتير مش حكاية مش حكاية الإعلانات حكاية أن أنت بتجيب حاجة مثلا بتخرج وتروح تجيب حاجة مستبانة أما بتعجيبك حاجة بتجيب منها على طول لما بتلاقي من وراها مشاكل ترفض تجيبها تاني فبتفضل أن أنت يعني تشوف نوع تاني إنه هو إيه يكون حلو مثلا أن أنت للأطفال مناسب للبيت كده أستخدمه؟ لا طبعا مش أستخدمه طالما هيسبب لي ضرده وهسبب للأطفال للأطفال يضرد أستخدمه ليه؟ أكيد طبعا فيه أنواع سبون جميلة ولابد من الاستخدام السبون اللي فيه أنواع سبون جميلة بتقضي على جميع أنواع البكتيريا ونضيف عشان حماية الأطفال والفلونزا والبرد والحاجات دي طبعا والبكتيريا طبعا لأنه أهم حاجة بيضع البكتيريا أكيد فيه إعلانات أكيد فيه منشورات بس فيه حاجات كتير معروفة لنا يعني كمصريين لأنه مش بس بيدي ريحة حلوة ده طبعا بيعقم وبيطهر الإيد من الجرسيم ويحمي من أمراض كتيرة وخاصة للأطفال الصبون الصبون ده مهم جدا للأطفال أكتر من ناس الكبار كمان عشان الأطفال بتبقى معردة أكتر للأصابة بالأمراض وجهاز المناع عندهم يبقى ضعيف عن الناس الكبار هو طبعا أفضل بكتير لأنه طبعا مع التجربة العلمية كمان والتجربة للناس استخدمتها في البيوت أثبتت فعلا كلام ده أفضل طبعا لصحة لأنه بيحافظ على الجلد وبيحافظ على البشرة بيحافظ على كل حاجة بصراحة تجربة شخصية عندنا أولاد صغيرين وبينجربوا حتى يعني بدون ذكر أسمها كده في بعض المنتجات دي بنجربها في الجروح في الإصابات البسيطة بتبقى كويسة يعني لو أثروا دوار مش هستخدموا لغاية لما يثبت العكس لأن طبعا في حاجات كتير بيطلعها إشعاعات وفي الآخر بيثبت أنها غير سليمة يا بنا نحن مش وراء الإشعاعات ولا مش وراء الأسلوب العلمي احنا بنمش وراء الأسلوب العلمي إينا العلمي بيقول إن حاجة دي كويسة ونظيفة إحنا ماشيين معاها لو هي العلمي بيقول إن دي مضرة بالصحة وفي شهادة من وزارة الصحة بتقول بكده فورا همتنع عنه لأن كل الحاجات دي الإعلانات التلفزيونية بتقول إنه هو بتصريح موزارة الصحة رقم كذا تصريح موزارة الصحة رقم كذا فأنا بمش وراء وزارة الصحة بتاعت لما وزارة الصحة تقول إن المنتج ده ضر بالصحة وبالبيئة كمان مش هستخدمه والله لو ثبتوا دي كاترة بالدراسة ثبتوا إنه هو مدر بالصحة أنا أستعمله ليه؟ بلاش منه يعني وفي مليون حاجة أتطمن عليها لعيالي وجسمي وصحتي للمزيد مشاهدين يمكنكم دائما متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر فيسبوك واتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في هذه الموقع مشاهدين إلى هنا وصلنا إلى الختام في الختام هذه التحية من جميع العاملين في دائرة الأخبار وهذه تحيات محمد عمر كل عام وأنتم بألف ألف خير ونتمنى حجا مضرورا لجميع الحجاج في أبيار المحدسة إلى اللقاء